السلام للبناس كديري لبساليكم مرحبا بكم في فيديو جديد وموضوع جديد أكيد أن الفيديو ديال اليوم كله إفادة إن شاء الله وصفة قوية للزوجين معا بطبيعة الحال إذا كان عندك المشكل غادي تعالج لك إذا كان عندك ضعف تبويد كذلك كتساهم في تنشيط المبايد بشكل طبيعي بالإضافة إلى أنها كتعالج مشاكل ضعف الخصوبة عند الزوج لك يعاني من تشوهات السائل أو من قلة العدد والحركة بطبيعة الحال أن هذه الخلطة هذه خلطة قوية جربتها السيدة وحملت بها بتوأم ثلاث توأم ما إن شاء الله بطبيعة الحال أنها ممكن تساهم في تنشيط التبويض بشكل خيالي إن شاء الله وغادي تلاحظي الفرق في الإبادة ديالك غادي ترجع لك كذلك إفرازات التبويض بكمية كبيرة باش تسهل مرور السائل المناوي للبويضة وكذلك باش يمر في واحد البيئة أو واحد الظروف ملائمة ويتم الحمل بسرعة إن شاء الله بطبيعة الحال أن خلطة العسل لتنشيط المبايض هي خلطة قوية لأن الفوائد ديالعسل بالإضافة إلى هاد العناصر اللي غادي نذكر فيها شفاء لجميع السيدات ولا ربما يعني يحصل بها الحمل بسرعة بزف ديال الوصفات كي يعتمدوا على العسل الطبيعي كمكوين رئيسي لحصول الحمل بسرعة بالإضافة إلى إضافة مجموعة من العناصر الأخرى غادي نعطيكم وصفة مخصصة للزوج وكذلك وصفة للزوجة باشي لكان عندكم مشكل يتعالج في نفس الوقت إن شاء الله كيف ما كان عرفو بأن العسل كيت تعتبر محفز طبيعي للخصوبة عند الرجال حيث أنه يعتبر علاج فعال لمشكلة العقم عند الرجال ليس في العصر الحديث فقط بل يعني ولينا كنشوفو أنه كان كي تستخدم شحال هادي ومازال الناس كي يستخدموه ومازال كي يعتمدوا عليه في علاج العديد من الأمراض هاد الخلطة هادي مجربة عند يعني الأزواج بحيث أنه زاد عندهم العدد دي الحيوانات المنوية من 150 ألف إلى 50 مليون خلال ثلاثة أشهر يعني الحركة كذلك زادت من 5% إلى 55% وتجربة أخرى يعني كمية السائل من جوج مليمتر إلى 8 مليمتر هاد الأمر هداك يعني بأنها خلطة فعالة وقوية ومجربة في نفس الوقت اللي ممكن أنها تساهم في نجاح العديد من حالة تأخر الإنجاب ناتج عن العقم التانوي وممكن يعني بهذه المنشطات الطبيعية والمحفزات يحصل بها الحمل بسرعة قبل ما نعطيكم الخلطة حاولوا أنكم ديما تخلوا لي اللايك في الفيديو باش هكا تستفد جميع الأخوات من المحتوى ديالي وكذلك من القناة لأنه فعلا فيها مجموعة من الفوائد والوصفات الطبيعية الناجحة في حصول الحمل بالإضافة إلى تجارب العديد من السيدات وشنوء الوصفات اللي اعتمدوا لها وشنوء يعني كيفاش نجحات معاهم هاد الوصفات الخلطة هي كالتالي هاد الوصفة كيفما قلنا كتزيد وكتنشط الخصوبة كتزيد من عدد الحيوانات المنوية وحركتها وتعالج تشوهات عند الرجل مفيدة للمرأة مقوية وتنشط المبايد مقادر خلطة العسل للرجال كيلو عسل سدر يفضل أنه يكون أصلي وبطبع الحال خاصة يكون أصلي ملعقة طعام أو ملعقة أكل حبة سوداء مطحونة ناعمة يعني ملعقتين طعام أو ملعقة أكل كيفما قلنا يعني الملعقة الكبيرة من الحبة السوداء مطحونة ناعمة بطبع الحال ملعقتين كبيرتين كذلك من حبوب لقاح النحل 40 غرام من غداء ملكات النحل بطبع الحال سنكرر لك المقادر بسرعة مقادر خلطة العسل للرجال كيلو عسل سدر ملعقتين طعام من الحبة السوداء يعني تكون مطحونة ناعمة جدا ملعقتين كبيرتين من حبوب لقاح النحل 40 غرام من غداء ملكات النحل هذه المقادر ستخلطهم مع العسل الطبيعي وسيتناولهم الزوج جيالك يوميا في المساء كل يوم ملعقة كبيرة من هذا الخالط هذا ومن هذا الوصفة هذه وإن شاء الله يتم الشفاء لأنها فعلا وصفة قوية بالنسبة للوصفة الثانية اللي هي مخصصة للزوجة بالنسبة لهذه الوصفة هذه فهي قوية إن شاء الله كتعمل على تنشيط التبويض بشكل طبيعي مكونات الوصفة هي العسل الطبيعي الأصلي الحر مع الزنجبيل والقرفة يعني ثلاث مكونات وثلاث عناصر قوية كيف ما كان عرفوا العسل فيه بزفد الفوائد هو مضاد حيوي طبيعي الزنجبيل مقوي ومنشط ممتاز للمبايض كذلك القرفة منظمة للهرمونات إذن لجمعتي وخلطتي هات ثلاث عناصر فأكيد أنها تكون وصفة سحرية وممكن أن أتعالج لك مختلف المشاكل المتعلقة بتأخر الإنجاب عند السيدات بالنسبة لطريقة التحضير مع المكونات غادي تحضري ملعقة من القرفة ملعقة صغيرة من القرفة ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل ممكن أنك تأخذي إما على شكل مسحوق إما طاري الزنجبيل الطاري كي يكون أفضل بكثير باش يعطي يعني الفوائد دياله أكتر وكذلك القرفة ملعقة صغيرة غادي تحضريهم وغادي تخلطيهم مع العسل الطبيعي وغادي تناولي يعني من بعد ما خلطي مع واحد كمية ديال العسل بطبيعة الحال كمية صغيرة من العسل باش هكا يعني كل فوائد ديال هاد المكونات أكتر غادي تناوليهم ابتداء من أول يوم لنزول الدورة بالنسبة للسيدات اللي عندهم نزيف الدورة يحاولوا أنهم يخلوا تنتهي منهم الدورة عادي تناولوها ثلاثة أيام متتالية السيدات اللي ما عندهم مش مشاكل واللي عندهم بالعكس يعني كيكون عندهم تكتلات في الدورة أو يعني الدم ديال الدورة كيكون متكتل أو على شكل كبد هادوك السيدات ممكن يتناولوها مبتداء من أول يوم لنزول الدورة مدة أربعة أيام متتالية كل يوم ملعقة على الريق قبل تناول وجبة الإفطار يعني قبل الأكل بنصف ساعة على الأقل أو ساعة باش يعني تعطي الفوائد ديالها ويستفد منها الجسم ديالك وكذلك توصل للرحم بسرعة بطبيعة الحال هادو الوصفة هادي وصفة خطيرة وصفة قوية معجزة جربتها واحد الأخت وحملت بها بتوأم ما شاء الله يعني ثلاث أطفال في نفس الوقت وكانت يعني ما متوقعاش هادو الأمر هذا من بعد ما كان عندها واحد الحرمان طويل من الدورية رب يرزقها بهذا النعمة هادي وفرحها أكيد لأن التوأم هو حلم كل سيدة متزوجة بطبيعة الحال ضروري أنك تشري العسل يكون من مصدر دياله الموطوق يعني ما شاء عسل عادي فيه السكريات حاولوا أنكم تختاروا العسل بعناية أي نوع من العسل ممكن أنك تجربه يعني ماشي ضروري يكون عسل السدر ممكن تجربه أي نوع آخر من العسل متوفر عندك يعني يكفي أنك تدري العسل لأنه فيه بزاف الفوائد ولكن العسل ديال السدر فيه بزاف الفوائد على الصحة الإنجابية لأنه بزاف كيجربوه وكيعطيهم نتائج مرضية بالنسبة للسيدات اللي كيتناولوا حمد الفوليك فهو ممكن تناوليه مع الوصفات الطبيعية عكس الأدوية يعني الأدوية هي اللي ما تخلطيهاش مع الوصفات الطبيعية حمد الفوليك راه مهم بزاف لكل سيدة كيسان في أنه كيحسن جودة البويضة وكذلك كيمنع تشوهات الأجنة بطبيعة الحال هو عبارة عن مكمل غدائي وفي نفس الوقت يعني كيعتك الطاقة وكذلك يعود لك نقص في حمد الفوليك لأنه كيكون الأغلب يعني السيدات ناقص فذك شباش يعني كيكون واحد المشكل يعني كنبغي أنني نوجه تحية لكم كاملين جميع السيدات اللي كيشوفوا القناة ديالي واللي شافوا هذا الفيديو هذا شكرا لهم على الدعم ديالهم للقناة وكذلك إلا أعجبكم المحتوى دياله ما تنسونيش ديما من واحد اللايك غد نحاول أنني نجاوب قدر الإمكان على التعاليق ويسمحوا لي جميع السيدات اللي ما تمكنش أنني نشوف التعاليق ديالهم غادي نحاول بمجرد ما شفت التعاليق ديالك نجاوبك على التساؤل ديالك نظرا يعني كيكون بزاف ديال الضغط على التعاليق فما كانت ممكنش أنني نجاوب كل وحدة وبطبع الحال غادي نحاول مرة أخرى نجاوبكم إن شاء الله كنضرب لكم موعد في الفيديو الجاي إلى اللقاء شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر